نهب الرمال بطريقة غير شرعية ظاهرة استفحلت بولاية لمسيلة خلال السنوات الماضية جعلت السلطات الولائية تفتح هذا الملف المسكوت عنه وتقرر غلق ثمانية مرامل لمخالفتها دفتر الشروط والإحداثيات وفي المقابل حرب أعلنتها وحدات المجموعة الإقليمية للدرك التي سجلت 15 قضية أسفرت عن توقيف 12 شخصا خلال السداس الأول من السنة الجارية تم معاينة حقيقة بعض التجاوزات في استغلال هذه المرامل التي تؤثر حتما على الطبيعة والبيئة خاصة المياه والمجرى انتعى الواد خاصة ميتر في منطقة بوسعدة هذه خمسة أشهر عالجنا العديد من القضايا والتي آلت بإصدار السيد الولي لقرارات إنهاء قرارات استغلال هذه المرامل أو تعليقها في بعض الأحيان والتي تجاوزت ثمان مرامل من بداية من جنفي حتى شهر الجوال هي إذن أرقام وقتية تبين مدى الاعتداءات والانتهاكات التي يمارسها بارونات الرمل على البيئة والمحيط على مدار السنة ترجمة نانسي قنقر